زي النهاردة من كل سنة العالم بيحتفي باليوم العالمي للضحك اللي بدأ في 1988 اليوم ده بيعتبر دعوة لنشر السعادة والبهجة يعني اليوم ده ابتدى عفواً 1998 مش 88 بمبادرة من الطبيب الهندي معدن كاتاريا واللي كان هدفه ايه؟ نشر ثقافة يوجا الضحك يعني انا معرفش ان فيه حاجة اسمها يوجا الضحك وبيقولوا ان كمان الضحك ليه تأثيرات نفسية وسيكولوجية على جسم الانسان وان الضحك بيقوي مش بس من عضلات الواجه لا ده ايضا بيقوي من عضلات القلب في شكل الافلام الكوميدية على سبيل المثال هي الافلام الاكثر مشاهدة في كل انحاء العالم بكل الثقافات بكل اللغات دي حاجة مش عايزة اي جداد وبما اننا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للضحك وهو يوم بيحتفي بالعالم باهمية الضحك بفوائده الصحية بفوائده النفسية فلازم نقول ان الضحك بقى ضرورة الضحك بقى ضرورة حياتية في ظل ضغوط العمل وضغوط الحياة اليومية اللي بقت بالفعل موجودة في كل بيت اكيد يعني طيب ازاي عندنا حياة صحية بدون توتر او ضغط من خلال الضحك والابتسابة ده اللي هنعرفه من دكتورة سيهم حسن الاخصائي الاسري والنفسي صباح الفل عليك يا دكتور صباح خليفا يعني هنتكلم عن فوائد الضحك وكل حاجة لكن لو انا خاني اتكلم لو انا متضايقة هل ينفع او هل ان انا احاول اضحك نفسي او ابسط نفسي او اضحك بالعافية وانا متضايقة ده ينعكس في الاخر علي وفي الاخر ابقى حد مبسوط او الاكتئاب ده يروح مني ينفع في حكس معك كده يعني اه طبعا صحيح جدا لان احنا دايما بندل الحزن حقه قوي بس انت ما بتديش مساحة ان الاخر يغيرلك او يعدلك فمودك او انت ذاتيا تبقي عايزة تخرجي من الحالة اللي انت فيها فبمجرد مثلا لما بترسمي بتسامع على وجهك تخيلي احنا يعني في التقرير بيقولوا 80 عضلة في الجسم بتبدأ ان هي تنشط وتتحرك مع الضحك انت المسؤول عن الضحك 34 عضلة جوه الوجه بتتغير فما بالك بقى ان انا ببدي اشارة عصبية حسية للمخ ان انا بتحك فحتى لو انا مت دايقة فبيبدأ المخ يفهم ان انا دلوقتي حصل حاجة كيتسبب في ساعاتي وانبساطي فبيبدأ المود والسعادة تحل عليك كده حتى لو في حواليك ظروف يعني مناغصة ضغوط حياتية فعشان كده بنقول ان احنا ما ناخدش الحياة على محمل الجد لان بأضعف واقل الحاجات احنا ممكن نسبب لنفسنا السعادة لو احنا واخدين القرار ده واحنا عايزين نحقق السعادة لنفسنا طب الناس اللي في العزة غير الناس اللي في المسرح صحيح الناس اللي في العزة متأثرين بالاجواء لو انت داخل عايز تضحك حتلاقي الناس سكتة فبشكل لا اراضي حتلاقي نفسك بتحزن صحيح ولو مش بتحزن حتسكت ولو انت داخل سينما او مصرح الناس بتضحك فانت اقل حاجة حتدحكك ده تفسيره ايه؟ خلينا نقول بس نقطة هنا تصحيح حتى عشان كان فيه حالة وفاة لنجمة مشهورة وكانوا بيلوموا عليها وحتى كان فيه نجم مشهور ان هو كان بيتحك ويبتسم في العزة الفكرة كلها ان انا في حالة الحزن الشديدة انا بيبقى غصبا عني محتاج ان انا خرج نفسي من الحالة اللي انا فيها لان فيه اوقات العقل نفسه ما بيستحملش كم الحزن اللي انت موجود فيه فبتلاقي ان اقل الحاجات ان انا ممكن تدحكني حتى لو هي ممكن على حس الناس اللي حواليها مش بتدحك لو كثير عاوية بيبقى عندهم حالة رفض للواقع صحيح انا بيبقى فيه لسه عندي صدمة الوفاء ان انا مش متقبل وانكار حالة من انكار فبالتالي انا بستخدم الضحك كمهدق للتوتر والحالة النفسية اللي انا ببقى عايش فيها وهي مسببها لي دلوقتي الحالة اللي انا موجود فيها زي وفات يعني احد العزاء على قلبي صدمة شديدة جدا العقل رفضها فبيبدأ ان هو يخرج نفسه بطريقة لا شعورية عشان يبدأ ان هو يهدى ويبدأ ان هو يتحكم ويعمل كنترول تاني على الجسم تمام فدي طبعا بالنسبة لي انا اهم حاجة وحتى الاطفال بتستخدمها لما بيلاقي ان فيه زعيق حواليه والاب والام بدأوا ان هما بيزعقوا وبيهددوا بالعقاب ومشو عفق بتلاقي الطفل بيدحك طب انت بتضحك على ايه يفضلوا انت هتشليني انت بتضحك على ايه من كتر الضغط النفسي والتوتر فبدأ الطفل هو عايز يهدى هو عايز يهدى فبيبدأ ان هو يضحك وبتلاقي نفسك انت فقط السيطرة على عصابك وبتضحك على ضحك لان هو بيديلك رسيل من خلالها اللي هو الحياة ابسط من كده الحياة مش محتملة لضغط النفسي يعني ضغطك اترافع وعملت زع ومش عارف ايه ايه انا شايف ان المشكلة بسيطة يمكن الاطفال بتبقى دايما شايفة الحياة من منظور حرفيا برغم ان هو فطري ولا يشوبه شائبة ناحية ان احنا بنضخم او بنبقلق في المشاكل لانهم شايفينها بواقعية يعني المشكلة هتعدي فبالتالي المشكلة تعدي وانا مسيطرة على نفسي يعني جسمي في صحة النفسية وجسدية ولا المشكلة تكبر وانت لقدر الله يحصل لك اي مشاكل تانية طب الضحك بيأثر على عضلة القل اه طبعا طبعا بالاجاب وكمان حاجة يعني انا سمعت في التقرير ان هو بيقوى عضلة القلب وكمان بيساعد على الحر لان اي حاجة انت بتزود فيها حتى تمارين الكارديو جوه الجم انت بتبدأ ان انت تشتغل على عضلة القلب في النية تزيد سرعتها فمع زيادة سرعة عضلة القلب بيبدأ ان الجسم يحرق فبتنزل في الوزن تمام وفيه عكس يعني عكس كده الناس اللي بيبقى عندها الطرابات او شرح ناحية الاكل يقولك ايه انا لما بحس ان انا مبسوط ببقى عايز اكل واحرق في سكر كتير لا هو كده انت محتاج ان انت تزبط الجزء ده لان هنا فيه فيه الطراب المبسوط واللي بيدحك بيستمتع بكل التفاصيل حوالي ما بيدخلش نفسه في ان هو ياكل كتير فابدأ ان انا ازيد في الوزن والناس اللي عكس كده الناس اللي تقولك ايه انا لما بتبقى حالتي نفسية سيئة ببقى عايزة اكل كتير جدا اوكي وحتى لو المشكلة تحلل بلايه نفسي ان انا مستمرة في الاكل طيب انا اعرف بنت كده كل ما واحدة صاحبتي كل ما تزعل وتبقى عندها فعلا كارثة بكل المقاييس بتعطي التاريق على المشكلة تسخر من المشكلة اه فبتحول ده لحاجة بتضحك جدا فهي يعني واقع ده عليها بيبقى قليل جدا ما كانش ما فيش اصلا بعض الناس ممكن تقولك دي مثلا لا دي غريبة ما بتحسش والبعض التاني انا بقول يا بختك يعني انك تعرف تعملي كده يا سيدة في مدرات احنا لما بنيجي نضحك بقوله الخير الله ما جعله خير اه بالزبط ازاي امرن عقلي على انه اقلل من المشكلة دي عن طريق مثلا هل في حاجة اسمها ان انا التاريق على المشكلة فاقلل من حدة القلق والتوتر اللي تسببت في المشكلة دي بوسي مش هتاريق على المشكلة انا طرف في نصابها السليم والصحيح لسه انا اي لف في نقطة ان الاطفال دايما بتشوف الحاجة بحجمها الحقيقي الا ان احنا بنختار ان احنا نبالغ فبالتالي لما بتيجي تشوف المشكلة في حجمها الحقيقي هتبداي ان انت تشوف ان الوضع تحت السيطرة وان انا هفكر في حلول لكن العكس لما بيحصل وبتبداي ان انت تضخمي المشكلة حواليك انت الشخص الوحيد اللي بيبقى شايف ان هو مستحيل يخرج برد دايرة اوكي وممكن اللي حواليك يبقى شايفين اللي هو يعني انت ليه حساسة زادة عن اللزوم او انت ليه مديها الموضوع اكبر من حجمه طب لما بدحك وابدأ ان انا اقولهم يا جميع هتعدي ان شاء الله يعني احنا محتاجين ان احنا نسيطر على نفسنا عشان ندور على حل مناسب للمشكلة انا هنا ما اقدرش اقولهم الشخص وبعدين فيه فروق فردية تلقيك للمشكلة غير تلقية للمشكلة طب الناس الحساسة تعمل ايه الحساسة ناحية للمشاكل لا يعني بصي هقول دايما ان وراء حساسية حتى من اول الاطفال لحد المراقين لحد احنا يا كبار حساسيتي وراء كل حاجة ده نتيجة غياب الثقة في حاجات معينة في شخصيتي فلما حد مثلا انت وثقة في نفسك فجي حد بيتاريق على حاجة فيكي فانت يروح تتقصرتي وختيها بحساسية فجي حد قالك يا بنت انت حساسة كده ليه احنا بنعذر معاك لان هو رجع لك نقطة انت مش وثقة فيها في نفسك سواء في شخصيتك ناحية جسمك فبالتالي بتبقى حساسيتك بشكل زي طبعا انا ببقى ليه مع الناس اللي بتتنمر بس خلينا نقول ان فيه عيب اصلا على المتنمر او اللي بيعلق على دي فوق او الشخص اللي حساس بزيادة اه انا طبعا لايه حق ان انا حط حدود نفسية واقول لا انا محبش الهزار بالطريقة دي بس مقباش متحسسة لدرجة ان الاخر يلمح ان دي نقطة الضعف فيه فيبدأ بدل المشكلة ما بتتعالج اه خلاص انا كل شوية هجاء الطريقة عليك فيها او هضغط عليك فيها تمام طب شوفنا في التقرير ناسنا يابانيين او صنيين معرفش اسيويين يعني اوكي قاعدين يتحكوا ويعملوا التحك هل ده اسمه يوجد ضحك يعني هي بص منتشرة في الفترة الاخيرة تبع الحاجات اللي هي تخص الطاقة وانتشار اليوجا والميديتاشن ايه بعملوا ايه ايه زي ما قالوا في التقرير انت بتمارس الدحكة على مدار اليوم دقيقتين بتخصصهم في ان انت تتحك سواء بقى يعني اول ما بتصحى من النوم او قبل ما تنام قبل ما تنام تخفيفا لتوتر احداث اليوم عليك اوكي ويمكن احنا بنحتاج ده اكتر عند الاطفال نتيجة يعني يعني احنا بنعالج ده كمصرين ان احنا نتفرج على فيلم كوميدي قبل ما اننام مثلا اه بس خلينا نقول على حاجة مهمة قوي بلاش ان انا انخرط في المسئوليات الحياتية عن ان انا اختار الطريق البديل والهروب يعني فيه ناس تقولك انا ممكن اخلص سيزن كامل من مسلسل مثلا كوميدي بيدحك ايو حضرتك حالة المشكلة لا طب ايه اللي حصل ما انا عملت لها سكت بس المهم ان انا اتحكت وغيرت يعني مودي وخلاص لا انا لضحك مش بيمنعني ان انا اوكي يبقى اعمل رفريشمنت للعقل وابدأ ارجع تاني لحل المشكلة طب الالج هنا فين دقتين دقتين كفاية قوي ان انا ممكن اشارك حد حديث يعني حديث مع شخص انا بحبه ان انا اتفرج على حاجة فعلا كوميدي تغيرلي من مودي لكن زي ما قلت ما انخرطش فيها لدرجة ان انا انسى ان انا عندي مسئولية كابة او كزوجة ايا كان طيب ده انا دوري تجاه غيري تجاه نفسي دوري النهاردة تجاه غيري اكتئاب طول الوقت او منطوي طول الوقت او بيحب يسمع اغاني حزينة افلام رعوب الحاجات ذي كلها اللي هي المرحلة اللي بيمروا بيها دوري اعمل ايه مش هزا عرف دوري ايه او انا يعني ايه اللي انا اعمله اطلعه من المودي اكتئاب اللي هو فيه ده واخليه حد اقل شوية من يعني الاكتئاب اللي عنده دي مرحلة يعني كلنا قصة مرينا بيها ازاي طلع ابني او بنتي من ده خلينا نتكلم فيها من ناحيتين الجزء الخاص بالجوانب الفيسيولوجية ان بطبيعة الحال الهرمونات بتتغير في الجسم بسبب وجود مرحلة المراهقة الشخصية بتبدأ ان هي تتكون الحاجات دي كلها والناحية التانية اللي مطلوب مني ان انا وفره في حياة المراهق اوكي عشان ابدأ اخليه يعيش سنه ماكلفوش فقطاته الجانب الفيسيولوجي ان انا بطبيعة الحال زي ما قلت ان دي هرمونات فمابدأش ان انا اعلق على بنتي او ابني اللي هو يعني خليك انت كده قاعد قلب وشك خليك معرفش ايه اصليه حسسة بالزيادة مثلا وليكن عند البنات المراهقين البريد مثلا قربت فخليك قاعدة كده ياما تحطي وشك في الاكل ياما معرفش ايه فخلاص انا هنا هبدأ اتصالح مع فكرة ان دي امور طبيعية ممكن ابني ان انا باضعف الاشياء واقلها ان انا خرجوا من موضو طالما انا مليش سيطرة على وجود التغيرات الفيسيولوجية في الجسم الناحية التانية بلاش ان انا خلي حياة المراهق لان المراهقة يعني مرحلة عدادي وسنوي ودي جزء طبعا ش احنا قربنا من وسم الامتحانات بلاش اعمل معسكر امتحانات هو محتاج طرفيه محتاج ان هو يخرج مثلا يقابل اصحابه محتاج ان انا اكمل في التمارين موقفهاش اي حاجة اطلع الطاقة السلبية من الجسم حياته مش طول الوقت مذاكرة وبعد كده اتهم وبعد ما يخلص الامتحانات يامني مش الامتحانات خلصت ما الملك قاعد يعني قافل على نفسك ومكتائب كده ليه ما انا كاب وام السبب في وجود الضغط النفسي عليه ولو لقيت ابني عايز مثلا يقضي وقت بسيط ما ممكن اخرج مع صحابي في الامتحانات ده ينفع لا بالعكس انا محتاج ان انا اضحك ومحتاج ان انا اغير جاو ومحتاج ان انا افصل شوية من المذاكرة عشان نبدأ ان انا استعيد تاني قوتي ناحية تقبل اي حاجة في المواد الدراسية طب انت بصفتك استشاري نفسي هار انت بتعالجي بالضحك يعني خلينا نقول ان انا بقلل حجم المشكلة لان انا انا محتاجة دلوقتي احنا مثلا حد جاي بيتكلم في مشكلة تخص اي حاجة في جوانب حياته اوكي وبيتكلم فيها بتأزم قوي بمجرد ما بيعرف الاسباب بيبدأ يهدى ويتطمن تمام فده بالنسبة له كون ان هو تكلم عن المشكلة وعمل تفريغ نفسي فبيبدأ يتقبل اي حاجة مني لانا دايما يعني معروفة عني ان انا بحاول ان انا اخرج اي حد من الحالة اللي هو فيها افكك المشكلة اي بالضبط لان مش اي حد تقدر تقنعه ان انت السبب في وجود مشاكل تخص حياتك الا بطريقة معينة اوكي عشان يبدأ يشتغل عليها لكن فكرة ان انا مثلا مثلا وليكن حد بيعالج اللي هو انت السبب في كل اللي بيحصل لك في حياتك فابدأ اكتهب اكتر واخرج من عندك عبا عايز انتحر دي كاسفة مشكلة كبيرة قوي الناس اللي هما فعلا سبب مشاكلهم وهما مش عارفينه دايما بيلوم وغيرهم صحيح بتعملي ايه في الموضوع دا يعني انت النهاردة لما تجيلك يعني دايما بنقابل نوع من انا ما قابلتش ولاد كده انا قابلت بنات كده مثلا يعني دايما طول الوقت انا ابني مش عارفة عامل ايه وفي دراسته جوزي عمل في ايه واهلي عملوا في ايه لا وفي السوشيال ميديا والشغلة طب اشتغلي لا مش عايز اشتغل طب بيعملي مش عارف لا والسوشيال ميديا تلقيح طول الليل والنهار طيب احنا النهاردة ازاي انت ازاي بتعرفي الشخص دا لأ انت لازم يعني فوق لازم تتخطى حاجة زي كده لازم تعدي حاجة زي دي خلينا نبقى متفقين ان الجزء اللي انت بتتكلمي فيه بيخص جلد الزيت والشكوى المستمرة انا اصلا خارج من تربية خلتني كده طول الوقت ان انا كاب وام بلغت في تهويل المشاكل حوالين ابني لو انت مش حاسس بالله انت عملته يعني فيه امهات بتقولي انا بلاقيه شوية ونسي المشكلة يعني المفروض انه هو طول النهارة حس انه هو بيقنف في نفسه ليه وتبدأ بقى تحطه تحت ضغط حس على دمك الدايق انت ماندكش دم بزاق فطول الوقت المحصرة دي بتخليني ان انا برائب كل حاجة في تصرفاتي اوكي حتى لو انا مش مخطئ فيها بل بالعكس انا هجيب السبب علي انا فبتجبني كاب او كام انا طول الوقت شايل الدنيا كلها فوق راسي وبقى النبني وبجلت فيها وانا كان المفروض اعمل كذا مش ممكن كان المفروض اشترك له في اكتر من كده من التمارين مش كان المفروض اغير المدرس ده عشان هو مش فاهم منه واروح المدرسين تانين فانت غصبا عنك انت بتحسش انت مشكلة انت بتسع وراء الكامل والمثالية لان انت رفضة انت تكوني مقصرة في حاجة تساؤلات كتير هو انا ممكن يكون مقصرة هو انا اخطأت انا محتاجة ان انا صحح اوكي طب والاجابة هنا العلاج ان المشكلة مش عندك اصلا المشكلة مش عندك جنب كبير جدا من الناس اللي بتحب تجلد في نفسها المشكلة ما بتكونش عندها هي لما بتبدأ تفكر او بتبدأ العقل الواعي بقى هو اللي يسيطر على الواعي فبتبدأ تدرك ان فيه مشاكل حواليها هي ملاش تدخل فيها طيب احنا يعني الموضوع ده نفاش نقف عنده كده يعني احنا لازم نكمله ونتكلم عنه اكتر موضوعنا النهاردة عن اليوم العالمي للضحك فويده النفسية فويده على القلب على البشرة على الصحة العامة ممكن نتكلمنا عن حاجات كتير يا دكتورة قبل المجز ولكن خليني اقول كنا او بسانت تحديدا بطرحة فكرة القصة جلد الزات يعني في بعض الاسر او الاهالي عندهم قصة جلد الزات او بيجلدوا اولادهم اولادهم او زوجها او العكس يعني الزوج بيجلد زوجته يعني كل المشاكل دي زي تأثر على الاسرة على الاطفال وازاي نخرج ده عن طريق مش هقول الابتسامة عن طريق نشر البهجة عن طريق الابتسامة عن طريق وصولا بقى للضحكة بشكلها تمام فكرة ان انا بجلد في الاخرين او بجلد في نفسي زي ما قلنا هو بيكون خطأ تربوي من الطفولة فانا بجبر عليه اوكي طيب انا كمربي محتاج او انا كشخص دلوقتي بالغ واعي عارف واجباته ونحية نفسه عشان بيسعى للصحة النفسية زي ما بنسعى دايما للصحة الجسدية الصحة النفسية انا دلوقتي لمحت فيه خطأ او حد من دايرتي المقربة بيقولي انا ملاحظ ان انت مثلا بتعمل كذا فانا هبدأ ان انا انتبه ان انا محتاج اشتغل على نفسي خصويا لما زي بالزبط الموضوع جلد الزيت انا كمربي دلوقتي انا محتاج ان انا اتخلص او ان انا اتعافى من صدمات الطفولة عشان ابدأ ان انا اتخطأ واعمل سكيب للموضوع ان انا مش هربي ولادي على جلد الزيت ما لومهمش على حاجات هما مش مسؤولين عنها اوكي هاختار ان انا اجنب اولادي ان هما يشوفوا الخلافات الاسرية او الزوجية مبيني ومبين زوجتي عشان ما يحسوش ان هو جزء منها لان فيه امهات حتى بتلوم على اولادها المشاكل اللي بتحصل ارتحتوا لما بابا زعقلي اوكي او مثلا لما المشاكلة بتوصل لحد الطلاق انتوا السبب في طلاقي فببدأ احمل الطفل فوق طقته او المراهج حتى ان انت السبب في المشاكل اللي بتحصل لي في حياتي فابدأ طول الوقت بجلت في نفسي وبكسب يعني نقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها انا وبسانت قبل الهواء ان فيه شخصيات من اللي بتمارس جلد الزيت بتلاقيها طول الوقت شكاية هي يعني حرام مسكينة عايزة تسعى اللفت اللي انتبه دول التوكسك او بالضبط ان هي طول الوقت بتدخلك في مشاكلها اللي انت مثلا لو جتي وقفتيها كده نقطة تنتبه فيها حبيبتي او انت كل حياتك مشاكل اكيد فيه جزء حلو بالضبط يعني كلميني عنه فبالتالي انا عشان احمي صحتي النفسية وابني حدود نفسية انا محتاجة ابعد عن مصصين الطاقة هي بتمص طاقتك وطول الوقت هي عايشة في دور الضحية فبالتالي انت المنقذ اللي عمال يقول لها على نصايح وبيحاول طول الوقت وما بيسمعوش للأسف يعني انا بقى عايزة ارجع تاني نفس نقطة الدحك هنا بقى لانه فعلا دايما انا بقى حاول اتكلم لان انا تعلمت ده من صحبتي انه انا دايما اشوف المشكلة يعني مش هقلل منها بس في نفس الوقت انا مش هينفع طول الوقت ابقى مفيش حد ضحية يعني خليني اقول احنا كلنا نتاج اللي احنا بنعمله برضو وانا دوري كحد كبير ان انا اتخطى اللي مريت بي وانا صغيرة وانا صغيرة فيش حاجة في ايدي اعملها بس وانا كبيرة انا لازم اتخطى اللي مريت بي فالنهاردة ازاي تاني الشخصية دي تمرن لها انه انا لازم ابسط نفسي ازاي خليني اقول يعني بلاش حتى دحكة او اعدي المشكلة دي ازاي تبقى خطوات صعبة شوية ابسط نفسي ازاي في الحياة اليومية يعني ايه الحاجات الروتين اللي يبقى في يومي فبالتالي انا اخر اليوم كده وليه يا الحمد لله اليوم النهاردة كان حلو صحيح الثالث وسهل صحيح طيب انا هاخد من كلامك تصحيح ممكن يعني اللي بيتفرجوا عينا دلوقتي يفهموا ان انا مش ضحية لان انا نتاج كل اللي يترتب من وقت طفولتي فيه ناس هتقولك طيب وظروف الخارجية ملاحش دور لا 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 فيه افعال وانا كبيرة انا سببها اوكي وانا متحكمة فيها انا مش مقبرة اعمل في مقر الظروف الخارجية هي اللي اكبرتك ان انت تكوني ضحية انا الظروف الخارجية هي بتختبر حاجات كتيرة جوايا وبتشاور لي على النقاط ضعفة عشان ابدأ ان انا اشتغل عليها فابدأ اتعامل مع الظروف الخارجية انا ما بتكلمش على القدر يعني انا ما بتكلمش مثلا على واحد حصل له كارسة فحيته موسيقى لا 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 تستويني انا بتكلمه على المشاكل اللي ممكن تحصل في الشغل حد غلص عليك وانت في الشارع مثلا انا اللي بختار اتعامل ازاي مع المشاكل في امتيني ماش دي الظروف الخارجية صح وانا شخص قاعد في حالي اوكي طيب جي حد مثلا غلص علي في الشارع او مثلا غلص علي انا اللي بختار اتعامل مع المشاكل ازاي يعني هقولك على حاجة في ام مثلا ممكن تجيلي في الاستشارة اخر اليوم وحصل لها مشكلة ان حد مثلا غلص علي او كان فيها عندها بيرانس ميت حصل الصبح الساعة عشرة وهي من عشرة لحد ما جات للساعة سبعة وهي يعني مقدرة نفسها وقعدة في دي وفي قدر اوكي طب وبعدين طب ما اتخطى اواجه المشكلة وتعامل معها وبعد كده خلاص بقيت يومي اعيشه ليه احنا بنختار ان احنا نتعامل مع المشاكل زي ما قلت في اول الحلقة احنا بنكبر المشكلة وبنبدأ نضخمها في ان هي بتستمر معنا طب ايه روتين اللي ادخله في يومي عشان ابقى حد اسعد او الدنيا عندي سهلة اوكي ابدأ ان انا ادور على المشاكل اللي موجودة في شخصيتي عشان ابدأ اتعامل معها فبالتالي هبدأ اتعامل مع الظروف الخارجية بواعي والتفكير افضل لان انا نتيجة افكاري ومشاعري الخاطئة اوكي انا معرفش اللي غلس علي في الشارع وانا هقابله تاني مش هقابله تاني فبالتالي المشكلة خلصت نقطة من قول السطر الموقف اللي بعد كده انا قب دخل على اولادي محتاجين ان هم يستمتعوا بوقتهم معايا حصل لي مشاكل في الشغل المشاكل هسيبها بره على باب الشقة وادخل اديهم حقوقهم طب يا سيام انا كده بضغط على نفسي لا انت بتدي لكل حاجة لكل مقام المقال بالزبط المشاكل احلها بره في دايرة الشغل اوكي ممكن افكر فيها مثلا شوية انا وزوجتي تتشارك معايا لكن مش تول الوقت انا منكد علي ونكد على اللي حوالي ادور مثلا من ضمن الحاجات لو انا مندفع او عصبي اعمل ايه في يومي الاندفاعية او العصبية دي محتاجة تمارين اوكي بس العصبية النقطة دايما اللي انا بقف عندها وبعد كده بيترتب العلاج عصبيتك بتبقى على مين على اللي ضمننهم على الضعاف لكن انت شو تتعصبي على مديرك مش تتعصبي على زبط وقفك مسلا عشان انت كسرت الاشارة فالعصبية هنا لها حدود معنى كده ان انت عقلك واعي جدا لمين اللي هتعصب قدير بصبت فمعنى ان انت عرفت تعملي كنترول في اماكن واماكن تانية لا يبقى معنى كده ان هنا في حتة الضمان انا ضمن الناس ان هي هتتحمل عصبيتي زي مثلا الرجل اللي بتعصب على امراته او الام اللي بتعصب على اولادها ما هي دي فكرة الضمان انا ضمنهم اصلا هم هيروحوا فين وبقيم هي لازم تتحملني لا هتتحمل جزء بس مش هتتحمل طول الوقت عصبيتي فمن هنا انت ممكن تخسر الناس اللي انت ضمنها اه فبتيجي نقطة التغيير اوكي في ادراكي ادراكي ان انا امتى بتعصب وبعرف ان انا تحكم في عصبي والنقطة التانية ان انا ممكن اخسر بسبب عصبيتي ومن هنا بيبدأ خطوات العلاج طبعا طيب اه نصائح لنشر البهجة بالزبط في المحيط الاسري وفي محيط العمل وفي محيط الزمل وفي محيط الاصدقاء كيف يمكن ان ينشر الانسان البهجة اوكي احتفالا باليوم العلامي للدهجة يمكن اول حاجة هقولك عليها يعني انا في النص قلت كده مفيش حاجة اسمها اخيرا لو ما جعله خير احنا اضحكنا كتير فكده هيتنكد علينا مفيش حاجة اسمها بذلك احنا بالعكس بالعكس بس ده مثل شائع جدا ومعتقد رهيب محتاجين ننسفه ماشا اضحك في اي وقت مفيش حاجة اسمها اصل الضحكة هيسبب مشاكل بعد كده ده معتقد ان اي حاجة هتحصل بعد موقفنا انت تضحك وانت عندك مشاكل اضحك اضحك بيش حاجة هيقولك حاجة اوكي فكرة ان ان انا لا ما هو اضحك من غير سبب لا يا سيدي اضحك بسبب ومن غير سبب انت بتخفف من مش قيل للأدب للأسف في ناس اه بتقول كده ما انا بقولك كل المعتقدات اللي محتاجة تتنسف عشان ننشر البهجة لان احنا لو خلصنا من المعتقدات دي حرفيا البهجة هتبدأ ان هي تنتشر اضحك بسبب وبدون سبب انا قدرى الناس بظروفي وانا قدرى الناس انا بسيطر على مشاكل ازاي اوكي لو انا اتحكت في وسط مشاكل محدش يقول علي ان انا ما بحسش لا انا حسة بس انا محتاجة ان انا هدي نفسي عشان اعرف اسيطر على مشاكل اوكي كل واحد مننا بيختار طريقة التعاون مع مشكلته رقم اربعة دايرة المقربة هي اولى الناس بنشر البهجة الازواج اللي بيدخلين قلبينوا وشهم وهم كانوا مقابلين وصحابهم وبيضحكوا سماعين اول ما يدخل البيت اللي هو طب انت علابت وشك ليه ما انت كنت تضحك مع اصحابك لا هو دا مش فيس الجد ولا دا فيس اللي هو المسؤول بقى المضغوط في الحياة الناس اللي حواليك اقرب في ان انت الضحك دايما بيقربنا من بعض اوكي الضحك بيخليك تفتكر ان ان انت شاركتي لحظات حلوة جميلة تعرفي ان انت تبقى رصيد وقت لما تبقى مضغوط ورجع مش شغل هتحملك ما انت مش كل يوم دخلنا بالوش ده اوكي اه الدحك رقم خمسة طبعا الدحك مع اولادنا بيقاول ذكرة وبيقاول مناعة عندهم ان انا كنت قاعد مع اب وام فرفشين اوكي مش كل ماضية بفتكروا ان انت كنتوا الاثنين مينكدين علينا وينكدين على نفسوكو منكدر من المحتوى الكوميدي عارفة لما نبقى زعلانين مثلا او دايما حد ايه مر بفركاشة يقعد يسمع في عربيته كده اغاني حزن بقى فهمة يعني لغاية ما وفي رستا وفي فنانين بالاسم معروفين او والله لا انا كان انا يعني ولو انا عارفة انت عارفة انا ساعد لما بقى حتى والله مش زعلانة من حاجة بحب بسمع الاغاني دي ازعل نفسي ساعد فهل النهاردة المود ممكن يغيرني من مود لمود يعني لو انا مثلا انا حب صوت مغني معين بس هو اغاني حزينة وانا تمام مش زعلانة وسمعته فادي او العكس لو انا متضايق او سمعت الصوت حد اغنية كويسة فرفوشة تغير مود دي ان الكلمات اللي في الاغاني دي ده دعم فانت اللي بتختاري الدعم النفسي الايجابي ولا ايه السلبي اللي هيحبتك انت متخيال لو في حد مريض مرض جسدي واقومت له الدعم بالنسباله الصح السوي هيتغير من حل لحل وطبعا عشنا ده بتفاصيل كتير ناس امراض مستعصية فانا اللي بختار وقت لما بيحصل مشكلة عندي في حياتي ان انا قابلها بحاجة تدخلني جوة دايرة اكتر وتعمق فيها يعني انا هقولك على حاجة امبارح كان في موقف ان احنا في الجن فالمدربة قالت ايه نغير الفايبس واحنا شغالين فمرة حتى تتأغاني حزينة والله انا كنت كويسة انا كنت كويسة انا فجأة لا اتني انا متضايقة بدون سبب فبدأت انتبه ان الكلمات اللي شغالها حولي حتى لو انا مش مركزة معها هي لها تأثير برضو بطريقة غير مباشرة عليك لا بس دي جديدة من نوعها دي يعني انت متخيلة ميوزيك حزينة كلمات سلبية فبدأت ان الموت نفسه بيتغير سواء انت منصوطة او لا لان انت حتى بتستمدي طاقتك من الناس اللي حواليك عشان كيف بقولك بعدي عن الناس مصصين الطاقة اوكي لان انت لما بتبي حوالي الناس سلبية غصبا عنك وحيدك بيبقى سلبي فانت بتتأثري فطول الوقت انا حاسة ان انا مبسوطة بس انا مش عارفة لي انا عايزة عايزة الحديث عن القصة دي كان فيه فيديوهات منتشرة عن ستات توانسة بيغنوا مع بعض غنى جماعي مكادسة يعني الفيديو مبهج جدا يعني فيه حالة لو قعدت عيدين مرة حتتبستي صحيح هو نفس فكرة اللي كانت بتقوله بسانت الزومبا الزومبا من الحاجات اللي بتغير اللي هو الرأس على المزيكة اللي بقى ما انتشر دلوقتي في اكتر من جيم ممكن ده يبقى المشاكل العضوية صحيح انت اخدت بالك في التقرير ان الناس اللي هي بتدحك وبتعمل يوجد دحك بيتحركوا اي حركة بتطلع الجسم من دايرة التخلص من الطاقة السلبية اوكي فبالتالي انت مهي عقلك ان انت دلوقتي مبسوط انت بتتحرك فمعنى كان انت بتحرك كمان الهرمونات المسؤولة عن السعادة والرياضة من الاسباب القوية جدا اللي بتدخلك في السعادة اوكي يسلام اه طبعا يسلام بقى لما اتدخلها مسلا مع ميزك او مع ناس حواليك بتشارك نفس اه 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 بس خلق شكرا زي الفيديو بتاع التوانسة اللي كانوا عادين بيغنوا اوكي انت وصحابك عادين في مكان وانتو اختارتوا انتو تلعبوا لاعبا معين انا مبسوط وهم مبسوطين فالمحيط بيسبب لك السعادة فنختار نكون موجودين مع مين نختار مين صحبنا بعناية بعناية مصصين الطاقة السلبية دول طول الوقت بيمصوا في طاقتنا حرفيا بيمصوا في طاقتك وبيدوك الطاقة السلبية لأن انت زي ما قلتلك بس يا بسانت خليلي اكمل النقطة دي لما باخد دور المنقذ غصب عني بخالي اللي قدامي ضحية انه هو طول الوقت بيبقى محتاجني فانا عمالة قدم في نصائح وديله في طاقة وفي دعم هو ما بيتصلحش انت ليكي اللي قدامك ده هو عايز نصيحتك ولا هو جاي بيفطفض يعني ممكن انا في جزء كبير جدا من الاستشارة بقول للام ابدأ اتكلم هي محتاجة وقت بقى لسه بتفطفض ولا ايه في ناس بتختار تقولي انا عايز حد يسمعني في ناس لأ يلا ممكن تبداية تتكلمي قولي اعمل ايه فاحنا مش بنقدم النصائح للي مش عايزها لانيتي بتكبرية بقى ضحية اعتقدش ان في حد ممكن اتكلمنا في اليوم العالمي بتضحك احسن من دكتور بجد حالية دكتور يعني يعني اه يعني هو واضح جدا ان البهجة والنشر الابتسامة هم العلاج من كل المشاكل النفسية ده خلاصة اللي قالته الدكتورة سام النهاردة ان لو انت بتضحك كتير قلبك هيبقى كويس وشك هيبقى كويس صحتك هتبقى كويسة حرقك للدهون شوفوا اكتر من كده ايه بقى هيبقى افضل كل ده علاج لأي مرض نفسي لو انت عندك اي مشكلة اي اكتئاب هتلاقي على يعني التضاد القصة دي انك تنشر البهجة وتبقى احد اسبابها مشكورك يا دكتورة دكتورة حسن الاخصالي العسر النفسي نورتنا وشرفتنا شكرا يا دكتور والانشغال اهم حاجة يومك لازم يبقى فيه كده حاجات انجزتها عشان تبقى في اخر اليوم مرتاح ومبسوط